ترجمة نانسي قنقر جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة هذا اليوم في قصر الصافرية أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة السيد سمير عبدالله ناس وذلك بمناسبة تشكيل مجلس إدارة الجديد في دورته الثلاثين حيث هنأ جلالته رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة وصناعة البحرين على انتخابهم ونيلهم ثقة القطاع الصناعي والتجاري متمنيا لهم التوفيق والسداد في خدمة المسيرة التجارية وتعزيز دور الغرفة الفاعل وشراكتها في عملية التنمية والتطوير الوطنية وقال جلالته إنه بحمد الله وتوفيقه استعدنا التعافي الاقتصادي وذلك بتكاتف الجميع وكان لجهودكم ومرئياتكم القيمة دورا كبيرا في ذلك مقدرين الإنجازات الجليلة التي حققتها السلطة التنفيذية لإعداد وتنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وكذلك دور السلطة التشريعية في هذا المجال وحرص الجميع على نهضة وطننا العزيز لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وأضف جلالته حفظه الله إن ما يدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية في مجتمعنا الخليجي الواحد هو التمسك بشرع الله وعاداتنا الكريمة والحرص المشترك للمحافظة عليها والتكاتف الدائم يدا واحدة كما أثنى ملك البلاد المعظم على جهود التجار ورجال الأعمال البحرينيين في دعم فرص الاستثمار وإطلاق العديد من المشاريع التي أسهمت في تعزيز المكانة التجارية والاستثمارية للبحرين على المستوى الإقليمي والعالمي منوها أيده الله بالتاريخ العريق للغرفة وإسهامتها المشهودة عبر مختلف الأجيال في دعم مسيرة العمل الوطني باعتبارها من أعرق الغرف التجارية في المنطقة متمنيا رعاه الله للجميع دوام التوفيق والسداد وقد أعرب رئيس غرفة التجارة وصناعة البحرين عن بالغ شكره وعظيم امتنانه إلى حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على توجهة جلالته الرامية إلى تعزيز عمل الغرفة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مؤكدا حرص غرفة البحرين على مواكبة تطلعات جلالة الملك المعظم في الوصول إلى تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد وأنها ماضية في أداء دورها تجاه القطاع الخاص وتحفيزه للعب دور أكبر في النماء الاقتصادي المستدام مشيدا بتوجيهات عهل البلاد المعظم الدائمة بتهيئة المناخ الأمثل لمجتمع الأعمال نحو القيام بمسؤولياته في خدمة الاقتصاد الوطني اشتركوا في القناة